اشتركوا في القناة وتشرفنا ايضا بتسليمه رسالة هامة من اخيه السيد الرئيس محمود عباس هذه الرسالة تؤكد عمق العلاقة الفلسطينية الجزائرية والاهتمام الفلسطيني بتوطيد اواصر هذه العلاقة نظرا للدور الهام والكبير والعظيم الذي تقوم به الجزائر على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى القومي ايضا ولكل ما تقدمه الجزائر من اجل خدمة ودعم القضية الفلسطينية وهناك شكر وتقدير كبير من السيد الرئيس محمود عباس على ما قامت به الجزائر في احياء ذكرى النكبة الفلسطينية لتؤكد على ضحض الرواية الصهيونية وفضح الجرائم التي ترتكبها او ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني هذا من جانب ومن جانب اخر احمل ايضا رسالة من السيد الرئيس محمود عباس الى الشعب الجزائري والى الرئيس الجزائري رسالة محبة وتقدير على كل الدعم سواء الدعم السياسي او الدعم المادي او الدعم الثقافي والعلمي الذي تقدمه دولة الجزائر للشعب الفلسطيني وايضا حملت رسالة هامة من السيد الرئيس عبد المجيد تبون للرئيس الفلسطيني ايضا محمود عباس وللشعب الفلسطيني بان الجزائر مع فلسطين وان الجزائر لن تتخلى عن فلسطين واكد فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على اهمية وضرورة مواصلة الجهود من اجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وبالتالي الوحدة الوطنية الفلسطينية عمل مهم وعمل ضروري قامت الجزائر وقام فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بعمل هام من اجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية نسأل الله ان يستكمل هذا العمل من اجل تحقيقها بشكل تام وشكل منجز لان الوحدة الوطنية الفلسطينية هي صمام الامان وهي طريق اجباري لتحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى إن شاء الله ما تقوم به الجزائر عمل كبير وغير مسبوق وعمل يليق بالجزائر ويليق بفلسطين ونحن نعاهد السيد الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري على أن يستمر نضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إن شاء الله